اختطفت موظفتان تعملان في منظمات الاغاثة الانسانية العاملة في اقليم دارفور في السودان واعلن مصدر في الامام المتحدة ان مسلحين مجهولين اختطفوا الموظفتين التين تعملان في المنظمة الايرلندية للاغاثة جول الى منطقة مجهولة خارج المخيم الذي تعملان فيه في مدينة كوتوم شمالي الاقليم يذكر ان احدى الموظفتين تحمل الجنسية الايرلندية والاخرى اوغندية